الحبة المعجزة اللي بمجرد ما بتحطيها على الشعر الزائد حتى لو كان كسيف جدا بتشيلهولك من اول استعمال بمجرد ما بتحطيها على شعر وجهك وجسمك بتشيلهولك فورا هتحطيها على السواد والجلد الميت والشعر اللي تحت الجلد هتنصفهولك من اول استعمال الحبة الرهيبة اللي هتخلصك من شعر وجهك وجسمك من اول استعمال مع تفتيح اربع درجات وازالة الشعر بلا عودة نهائيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بخوتي وحبيبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم ميا من قناة وصفات صحرية مع ميا النهاردة باية ست الكل جايبالك اسهل واسرع وصفة لازالة الشعر عايز اقول لك وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا 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 هتفتح بشرتك هتشلك الشعر اللي تحت الجلد هتشيل الشعر الوبري من وجهك هتفتح جسمك ووجهك جدا كمان من الحاجات الفعالة لازالة الشعر بدون عودة نهائيا وعجز نمو الشعر سهلة وبسيطة جدا وسريعة قبل ما ابدأ وصفتي لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش اضغطي على زر الاشتراك وتفعالي جارشان واسلك مني كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس امر اول حاجة باية سبت الكل والمكون الاساسي معي هو الحبة السحرية اللي معي دي ديت من الحاجات الفعالة جدا جدا فعجز نمو الشعر في ازالة الشعرية من الجدور بدون اي قلم كمان من الحاجات اللي بتفتح الجسم وبتخلي الشعرية تعجز عن الطول وتتسوقت معاك بدون اي قلم كمان حلوة وممتازة جدا لاصحاب الشعر الكسيف او لو عندك شعر كسيف في وجهك او في جسمك من الحاجات الفعالة اوي هتبدأي تجيبي حبة واحدة بس من البتنجان البتنجال الابيض الاصمر مفوش اي مشكلة هتبدأي تجيبي حباية من البتنجال لكن تكون بتنجالية طويلة بالشكل ده اللي هي بتتسمى عندنا في مصر بتنجال عروس انا محتاجة حباية واحدة بس عايز اقولك البتنجان سواء الابيض او الاصمر من الحاجات اللي بتخلصك كمان من البقع البنية وكمان الشعر المدفون تحت الجلد كمان من الحاجات الحلوة اوي اوي لو انت عندك اثار حروق او جروح او بقع بنية في جسمك بتبدأتش الهيلك هبدأ اخد حباية واحدة بس يعني شايفين الوصفة معايا اقتصادية جدا هتجرب الوصفة دي مرة وشوفي بقى لما تتهنيها على شعر وجهك هتشوف الشعر بتشال معاك بدون اي قلم ومن جدوره مع تفتيح فضيع بتدي كمان تفتيح حيل للجسم وللواجه وخاصة بشرة الواجه لانها كمان من الحاجات اللي لو عندك بقع او اثار حروق شمس بتبدأ تشيلهالك مع ازالة فعالة للشعر الزيت هنبدأ نقطع قطعة من حبة واحدة من البتنجان سواء زي ما قلتلكم ابيض اصمر مفيش مشكلة لكن بيكون البتنجال الطويل مش اللي هو الرومي او الكبير تمام قطعناها بالشكل ده يعني على قد ما نقدر نقطعها لقطع صغيرة بالشكل اللي معايا ده هبدأ بقى حبيب القلب واختي الغالية احط عليها ادي واحد اتنين معلقتين صغيرين من الرز الرز المصري العادي جدا ليس الرز البسمتي هناخد معلقتين من الرز الرز فيه نشا عالية جدا جدا فيه مواد مبيضة كمان مع الوصو دي بيزيد فعاليته جدا جدا في ازالة الشعر وعلى فكرة الوصو دي مناسبة لجميع انواع البشر هبدأ ان انا على معلقتين من الرز وعلى واقعة من البتنجان عطعناها قطع صغيرة بالشكل ده هابدأ ان انا اخد ربع معلقة من المكون السحري اللي الموجود عندنا كلنا في البيت عايز اقول لك من الحاجات الفاعله جدا جدا لكسر الشعراية كمان من الحاجات مضدة للالتهابات والبكتريا اللي بتكون موجودة في البشرة او في الجسم او في المناطق الحساسة عايز اقولك كمان بيقدلك على البكتريا اللي بتسبب الحكوب في الواجه ومن الحاجات كمان اللي بتعجز نموه الشعر هبدأ ان انا اخد ربع معلقة من الملح ملح الطعام العادي جدا وهحطه ومش هنقطر عن ربع معلقة فقط هنا هنستفيد من الملح وفي نفس الوقت مش هنزود عشان ما يحصل اللي ماش اصار جانبية مع الوصفة بعد كده باية ست الكل هضيف عليهم كباية من الميا تكون كباية بالحجم ده كباية شبه ميا عادية خالص وهبدأ ان انا اضيفها وما تكونش لسخنة ولا ساعة ولا اي حاج ميا عادي جدا من الحنفين حتى مش شرط تكون ميا متفلطرة ولا حاجة هبدأ اخد قطعة البتنجال بتاعتي وزي ما قلت لكم المتوفر عندك سواء ابيض اصمر مفيش مشكلة لكن المهم عندي ان هو ما يكونش بتنجال رومي يكون بتنجال طويل هو العروس هبدأ ان انا اخدهم على النار هيجلوا على نار عالية بعد ما هيجلوا على نار عالية هوطي النار هعد خمس دقايق على نار هادية جدا جدا لحد ما يبدأوا ينزلوا كل الفوائد اللي فيهم وكمان الرز معايا يبدأ ان هو يطرى معايا وفي نفس الوقت انا مش عايزة الميا اللي فيهم تنشف بشكل نهائي يبقى فيه شوية ميا فيهم فانتي هتعملي كده هتخلي النار عالية اول ما يغلو هنوطن نار نار بسيطة جدا وهنستنى خمس دقايق بس وبعدين هنقفل النار هوريكي حبيبة قلبي الغالية شكلهم هيبقى عامل ازاي زي ما انت شايفة حبيبة قلبي اهو المكونات معايا استاوت تماما لكن لسه في ميا لعلشان النار معايا كانت هادية خالص هنا بقى هبدأ اعمل خطوتين هبدأ ان انا اجيب المصفى واجيب طبق وهبدأ ان انا اصفي جزء من الميا بتاعتي حوالي نص ربع كوباية كده من الميت مغلي البتنجان والملح وكمان الرز بالشكل انت شايفة معايا ده ويباقي المكونات دي هتبدأ ان انت تخلطيها في الخلاط او بالهند بلندر لحد ما تبقى مخلوطة تماما وقواما معايا يكون كريمي وجزء الميا ده احنا محتاجينه ضروري جدا فهبدأ ان انا اخلطها معاك وفي الخلاط او ممكن بالهند بلندر لحد ما يبقى القوام معايا كريمي اهو بصوا القوام بقى معايا كريمي خالص هبدأ ان انا انزل الكريم معايا بالشكل ده وكميته كبيرة مش هتكفي بس شعر وجهك هتمفع لجميعك زي الجسم وعايز اقول لك تمام تقدار ان انت تطحونيها اكتر من كده يعني لو تقدار ان انت تخليها انا من كده تمام هي كده تمام قوامها كويس اوي هنا بقى معايا الميا دي ودي ضرورية جدا وبقى معايا الكريم ده هنشوف هنخلص الكريم مع بعض لان الكريم ده بدون اي طريقة اقلدية بيخلصك من الشعر بيفتح الجسم جدا من 3 ل 4 درجات بيشيل الشعر اللي تحت الجلد بيشيل الشعر من الجدور وبدون اي انا هنبدأ بقى حبيبة قلبي واختي الغالية هنيجي بقى على الكريم ده بقى يا ست الكل وهنضيف عليها معلقة كبيرة خالص من البيكنج بودر او خميرة الحلويات وهبدأ ان انا اقلب البيكنج بودر هنا مبيض هايل من الحاجات الحلوة جدا جدا في ازالة الشعر حلوة قوي قوي لتفتيح البوع الداكنة من الوجه ممتاز قوي قوي لو انت عندك شعر مدفون تحت الجلد او عندك بقع بنية او عندك حروق شمس انا مش هاخد من البيكنج بودر غير يا ست الكل معلقة فقط كبيرة ممسوحة يا ايما معلقة هرمية صغيرة وهبدأ ان انا اقلب بالشكل ده كويس قوي بعد ما قلبنا الكريم معي كويس قوي احلى حاجة ان كمية الكريم معي كبيرة يعني بتقدري حبيبة قلبي الغالية تستخدميها لكذا حاجة وكمان مش هتعمليها اكتر من مرة او مش هتعمليها علشان تعملي اجزاء جسمك كله الواسطة دي ممكن تكفي ايديك ورجليك او تنفع كمان لي وجهك كله ولو عندك شعر في رجليكي مدفون تحت الجلد او شعر في موجود تحت الجلد بتقدر ان هي تشلهالك الكريم ده الله يسعد قلبك حبيبة قلبي ربنا يا ربي بارك لي فيكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكمان شايروا الفيديو على قد ما تقدروا علشان اخواتكم يستفادوا ويصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات الله يسعد كل قلب هيصلي كده على سيدنا محمد في الكومنتات شجعوا بعض عشان كلنا نكسب حسانية الله وما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بصوا حبيب قلبي قلبنا هون القوان بقى معايا كريمي الوصفة سهلة جدا جدا ملكيش اي حجة بقى ست الكل تقدار ان انتي تستخدميها وتعمليها واقتصادية كمان بعد ما قلبناهم كويس قوي هنبدأ بقى نضيف اخر حاجة في الكريم وبعد كده هتبدأ ان انتي تستخدميه اخر حاجة بقى هنضيفها في الكريم معايا هي نص لمونة او معلقة صغيرة خالص من عصير اللمون او ممكن تحطي كمان نص معلقة من عصير اللمون هبدأ ان انا اقلب كويس لحد ما القوان بقى معايا كريمي خالص وكمية الكريم كبيرة هتقداري تستخدميها وعلى فكرة لو انت هتستخدميها لشعر واجهك فقط فممكن تحتفظ بباقي الكمية بتوض معاكي اسبوع ما بتفسدش تماما تمام كده خلصنا كريم ازالة الشعر من الجدور تفتيح رهيب ازالة الشعر اللي مدفون تحت الجلب كمان ازالة البوع الداكنة وتفتيح البشر تعالي نشوف بقى المياه دي هنعمل فيها ايه علشان نبدأ بقى ايه نشوف الوصفتين دول هنستخدمهم مع بعض ازايه هبدأ بقى حبيبة قلبي اجيب على المياه دي هبدأ ااخد معلقة فقط كبيرة ومش هنزود عن كده من الخل الابيض معلقة فقط كبيرة ما بتسقطريش عن معلقة كبيرة لان احنا حاطين ربع معلقة صغيرة من الملح اصلا في المياه دي وهبدأ ان انا اقلب السيرون معايا بالشكل ده ويبقى هبدأ ان انا اضيف المكون ده اضافة مني ده علشان تنعيم الجسم تفتيح الجسم ازالة كمان لو انت عندك افتهابات في جسمك وخايفة من الخل يعني عشان تقداري تستخدمي الوصفة ما تنشفش جسمك لما تيجي تدينيه عشان تزيل الشعر كمان تديكي نعومة لجسمك وكمان تخفف من تحسس البشرة لو انت بشرتك حساسة هبدأ ان انا اضيف معلقة صغيرة من زيت جونسون ده لو متوفر عندك لو مش متوفر عندك هتحطي زيت زتون او بلاش زيت زتون بيبقى تقيل شوية على البشرة ممكن او على الجسم ممكن تحطي زيت لوز او زيت جوز الهند او زيت جونسون ومعلقة صغيرة ده بس علشان النعومة يعني عشان يخفف لو انت عندك تحسس او بشرتك حساسة ده هيمنع التحسس من بشرتك لو انت صاحبة بشرة حساسة كمان هيديكي تنعيم وريحة حلوة لجسمك هنبدأ نقلك كويس قوي بالشكل ده دلوقتي بقى عندنا كريم رهيب بازالة الشعر نهائيا اقوى من الليزر ميت مرة ماء سحري وبقى معايا كريم ازالة الشعر وتفتيح البشرة وكمان حل مشكلة الشعر المدفون تحت الجلد هبدأ هنا بقى اخد الكريم ده بطبقة كده تكون طبقة سميكة وبنقدر ان احنا نخلي الكريم مطحون اكتر من كده يعني حاول ان انت برضو تخلي الكريم يبقى مطحون معاك اكتر من كده وهبدأ ان انا ادهن الكريم بطبقة بالشكل ده كده وهبدأ اخد طبقة تانية يعني تكون طبقة بتاعتي مش سميكة قوي ولا خفيفة قوي بنبدأ ان يدهنه كده على طبقتين عايز اقول لك بقى الكريم ده بيمسك في الشعرية ما بيسيبهاش لما بتتشال تماماً ادهنيه على شعر وجهك وجربيه على شعر وجهك هتبدأ ان انت تدهنيه كده وتسيبيه حبيبه قلبي لحد ما ينشف تماماً بياخد قد ايه بياخد حوالي يعني عشان احنا في الحر هياخد معاك 25 دقيقة لو في الشتاء مش هياخد معاك 10 دقيقة على طول وينشف هينشف معاك بتبدأ يتفرقيه عكس اتجاه الشعراية بيبدأ يفرق لك الشعر الوبل اللي في وجهك وبيفتح وجهك وبيشلك كمان لو ده انتي على رجليكي وعندك شعر مدفون تحت الجلد بتبدأ يتفرقي كده بيبدأ يخلع لك الشعراية من جدورها وبتبدأ تتسقط قدام عندي هتبدأ ان انت تدهنيه وجربي وشوفي بنفسك نتائجه عاملة ازاي وزي ما قلتلك بتقدري ان انت تتحنيه كمان اكتر من كده انا ما تحنتوش بصراحة يعني المرة دي تحني ناعم اكتر المفروض ان هو يتحن اكتر من كده او ممكن تستخدم الرز المطحون علشان ما يبقاش في حبيبات رز زي ما انت شفت كده لأ احنا عايزينه برضو يكون مفروم او مطحون اكتر من كده فحاول ان انت تخلطيه اكتر من كده في الخلاط تمام كده بقى احنا خلصنا خطوة الكريم وقلتلك هتستخدميه ازاي و هتحفظيه ازاي والطريقة الصحة وزي ما قلتلك اطحاني حبيبة قلبي الغالية اكتر من كده لان انا ابقى اعتزر جدا انا ما طحنتهوش او ما فرنتهوش في الخلاط علشان يبقى قوامه اكتر او كريمي اكتر من كده يعني مفروض ان هو يكون مطحون اكتر من كده طيب دلوقتي بقى هنبدأ ناخد السروم ده لو عندنا بخاخ يبقى حلو جدا يعني لو عندك بخاخ سبري زي كده بتبدأ يتعقميه وتبدأ يتحطي في المياه دي وتبدأ يتستخدميه طيب هتستخدميه ازاي بقى بنبدأ نجيب البخاخ ولو ما عندكيش بقى بخاخ بتستخدميه مثلا في زجاجة زي كده تمام يعني بتستخدميه في اي حاجة تقدر ان انت تنقلي فيه البخاخ هيكون اسهل لكي المياه دي اقوى من الليزر ميت مرة المياه دي بتعجز نمو الشعر يا بنات ما بتخليش الشعر ينبط ليك تاني بتخلي الشعرية تعجز عن الطول بتحرقلك الشعرية من جوه كمان من الحاجات اللي كمان مبيضة لان المكونات اللي فيها مكونات مبيضة وبتشد الجسم حتى لو كمان عندك في المناطق الحساسة تره ولط والمناطق الحساسة عندك مطرهلة بسبب السويت عايز اقولك هتشد هالك لانها بتشد الجسم بتفتح الجسم بتعجز نمو الشعر بتبايد الجسم بتبدأ ان انت تحطيها بخاخ وتخليها سقعة في التلاجة بتستخدميها سقعة ليه علشان ما تمنعش بتمنع عنك التحسس ما تهيكش بشرتك وتبدأ ان هي تعمل على ازالة الشعر بشكل فعال اكتر بتحطيها عندك في زجاجة بتبدأ ان انت ترشيها على المناطق اللي انت عايزة تزيلي منها الشعر بعد ازالة الشعر بيوم واحد يعني انا زيلت النهاردة الشعر شعر جسمي او شعر المناطق الحساسة سواء بالوصفة دي او باي طريقة تانية انا بجزيل منها الشعر او برتح لها بعد كده ببدأ ان انا اجي تاني يوم ارش الاسبري دوت على المناطق الاسبري او ممكن ناخد قطنة وندلك ناخد منديل وندلك مش لازم كمان نرش اسبري بعد كده بنبدأ ان احنا ندلك المكان كويس قوي وبنسيبه 30 دقيقة وبعدين بنشتف مكانه بنستخدمه بشكل يومي لمدة اسبوع كامل اتفرجي بقى ان الشعرية اصلا خلاص كده هي بتعجز كده انت بتعملي جلسة حلوة جدا للليزر في البيت كمان هتلاقي فيه تنعيم وهتلاقي فيه ريحة حلوة جدا جدا في المناطق عندك كمان هتحسي فيه اختلاف في حتة الشد يا بنيت حتة الكلف حتة السواد حتة الكرمشة اللي بتكون في الجسم اللي انت عايزت نشيط ديها كمان البيوت اللي انت هتحصلي عليه لان المكونات بتاعتيه على قد ما هي فعالة في ازالة الشعر على قد ما هي مبيضة جدا يارب اكون قدرة قفتكم جربوا الوصفة حلوة جدا يا بنيت ودي الى ازالة الشعر الوجه الوبري حلوي اوي اوي جربوها وكمان الشعر اللي موجود تحت الج experimental يا رب اكون قدرت اقفتكم اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته